بهارات الدجاج مقدرها هتكون ازاي ربع كباية من الحباهين الصحيحة وحباية صحيحة من جسط الطيب وربع كباية قرفة ومعلقة كبيرة من حبوب القرنفل ومعلقتين كبار من حبوب الكزبرة نص معلقة كبيرة من الكركم ونص معلقة كبيرة من الجنزبيل الكركم اختياري ممكن حد يشيله لو حابب ربع كباية من الفابريكا وربع كباية من حبوب الفلفل الابيض دي المقادير بتاعيتنا هنعمل ايه؟ اول حاجة هناخد طاصة او ووك هنحطهم على النار ده اختيار والاختيار التاني ان احنا نحمص على صاج في الفرن على صنيع في الفرن انا بحس ان الطاصة اسرع هو عملية يعني اكتر وبتخلي الحاجة قدام عيني عشان اضمن ان ما فيش حاجة تتحرق بتاع بقى لأ بصراحة الفرن ايه؟ ممكن الواحد ينسى لكن هنا دي قدامه فهياخد باله او هنشم الريح على طول لو حصل حاجة ايه اللي هنعمله اول حاجة؟ ان احنا هنحط كل التوابل الصحيحة فقط الصحيحة فقط مش هنحط خالص اي حاجة من المطحونة هحط ورق اللورة الفلفل الابيض حبوب الكزبرة حبوب القرنفل والحبهان وعندي حباية جسط الطيب هو الهون بتاعي فين؟ حد يعرف بيكم احطوط فين؟ حد يرد طيب؟ اللي ورايا تحت اه عشان بس الجسط الطيب بتقلق ناس كتير بصوا يا جماعة بيقولوا لي بتكسر المطحونة لا جسط الطيب منظر على الفاضي هي مش نشفة خالص نحطها كده هو لو قلقانين بصوا والله ضربة بصوا الضربة عملت فيها ايه؟ فتخيلوا بقى المطحونة هتعمل فيها ايه؟ عشان كل الناس بتقول ان جسط الطيب بنشفة جدا انت ازاي بتحطيها في المطحنة صحيحة بحطها عشانها زي ما انتم شفتوا كده خفيفة خالص يعني هي منظرها يبين ان هي حباية اسي او جمدة ومعرفش ايه لكن هي في الواقع او على ارض الواقع في ثانية بتتكسر زي ما حصل كده معنا فانا هو كسرتها لكم بس قدامكم علشان دايما بيجي كومنت على الموضوع ده ازاي جسط الطيب ما كسرت الكيش الحبة الكبة فهي ما كسرتهوش لان هي ضعيفة جدا ما بتكسرش حاجة ايه اللي حنعمله دلوقتي ان احنا حنحمص التوابل دي مع بعضيها وتاني بأكد احنا بدقين بالتوابل الصحيحة بس يعني ايه احمص تعالوا نتكلم على تعريف كلمة احمص دي اولا معناها ان انا مش هغير في لونها تماما يعني انا اللي عايزة هتغمأ ولا عايزة هتاخد لون ولا اي حاجة انا عايزة الاقيها بتطلع بخار والبخار ده معناه ايه؟ معناه ان الرطوبة طلعت منها ولما الرطوبة تطلع من التوابل معناه ان عمرها حيطول وحتكون احسن معايا بكتير في الطحن علشان كده بنقول دايما تحميصة التوابل مهمة اللي عايزة يعملها في الفرن برضو مفيش مشكلة التوابل الصحيحة طبيعي ومنطقي انها حتكون بتستحمل الحرارة اكتر من التوابل المطحونة علشان كده بنبدأ دايما بالتوابل الصحيحة وبنرجع نضيف التوابل المطحونة بعد كده لما نكون ايه حمصناها تايفين اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ الصينية مطلعة الطاصة مطلعة بخار كتير جدا كل ده رطوبة عما لا تطلع من التوابل هتخليها احسن بكتير جدا في الخلطة بعد كده وطبعا مفيش مقارنة بين ان انا روح اجيب التوابل مطحونة وان انا اعمل الحركة الصغيرة اللي انا بعملها دي فرق يعني شاسع في النتيجة جماعة مهما وصفته لكم مش هعرفه انا شلت من على النار دلوقتي عشان مش عايزة حرارة ازياد ممكن تلسوعلي التوابل دي وحاعمل ايه؟ هحط التوابل المطحونة التوم الباودر والبصل الباودر الارفة هتقويش معنى يعني الارفة مطحونة الارفة من الحاجات اللي بتبوز الكبة فعشان كده مش عايزة اخاطر ان انا اقول لكم اطحنوا الارفة في الكبة الحاجة التانية اللي وش بتبوز الكبة الكبابة الصيني اسية جدا فبتبوز الكبة جدا 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 خدوا بالكو برضو منها وحزاروا منها هتقوها مطحونة احسن حاجة التوابل المطحونة هنرجعها على النار تاخد بس لفة صغيرة خالص لان كونها مطحونة بتخلي تحملها للحرارة اقل بكتير جدا من الجفة اول بس ما شم ريحتها واشوف شوية الرطوبة دول طلعوا بس كده خلاص انا قمت بمهمتي اشير من على النار انا ما خدتهاش حطتها في المطحنة على طول صح لازم اسبها تبرد من الحرارة يا اما الحرارة دي هتتجمع جوه الكبة وتعمل لي رطوبة تاني وتخلي التوابل مرتبة تاني بعد ما انا قاعدة اصلا نحمصها عشان اطلع الرطوبة لازم تبرد تماما قبل مطحنها فانا حسيبها كده هنا مفروضة في الطاصة بتاعتها تبرد خالص وبعد كده ندخل في مرحلة التوابل بتاعتنا بردت وكل امورنا تمام لازم نتأكد يا جماعة انها بردت تماما مش عايزين اي حرارة وهي في الكبة انا بس ايه لا انا شايف ان فيه لسه شوية حرارة فمش هتحن دلوقتي حرات الفريخ اللي احنا عملناها وحمصناها في الاول بردت تماما ده الوقت اللي اقدر احمص فيها في الكبة لكن طول ما هي سخنة انا حخلق جوه من الرطوبة والبخار جوه الكبة حيبوازلي الهدف الاساسي اللي انا اصلا عشانه حمصت التوابل حنبدأ نحط في المطحنة ما تخافوش طبعا لا لو راح تكسر مطحنة ولا حبهان ولا اي حاجة ولا حتى جزء الطيبة انا وردتكو هي قد ايه ضعيفة وشفتوا بنفسكم انها مجرد خطة كده ايه حنينا حطة مش جامدة بالهون اتكسرت على طول حطينا التوابل هنا وحنطحن انا عايزة ايه افضل شوي عشان ادي فرصة للتوابل ان هي تتحرك وكده كده انا هعمل دور تاني يعني اجباري لان الكمية مش هتيجي على مرة واحدة طبعا ما تزنقوش ابدا الكابة المطحنة علشان ما تتحرقش اولا تحافظوا على حاجتكو ثانيا عشان الحاجة تطحن كويس فاتدوها كده مساحة وانتو كده كده هتعملو على مرتين فما فيش داعي الكربسة لامور يعني بس ايه دي اول دفعة طحنة كويس جدا وبصوا بالا ما فضينا مساحة شوية في الكابة بقى الطحنة ناعم جدا ومميزة